تسجيل صوتي يكشف حقيقة انفصال أنغام عن أحمد إبراهيم وعودته لزوجته أهلا بكم في فيديو جديد عن قناتكم أنا وهي والنجوم لو أول مرة بتشوفوا القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد لو الفيديو عجبكو دعموني بلايك وكومنت وشيء جبل كبير أصير خلال الساعات الماضية بعدما وجه الموزع أحمد إبراهيم التحية لزوجته الأولى ياسمين عيسى بمناسبة يوم المرأة العالمي مما دفع البعض لترريج العديد من الشائعات التي تؤكد انفصاله عن زوجته الثانية الفنانة أنغام وقد نشر أحمد إبراهيم صورة لزوجته وهي تحتضن أولاده عبره سابه على الفيسبوك وعلق عليها كاتبا في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابه عرفت قيمة ولاد الأصول اللي بيتقوا الله بجد مراتي وأم ولادي وبعد الدقة التي أثرتها هذه الرسالة والتكهنات التي انتشرت حول انفصاله عن أنغام نشر أحمد إبراهيم تدوينة جديدة جاء فيها أحب أوضح انفصلت عن أم أولادي في أبريل 2019 احتراما لرغبتها ثم رجعتها غيابي لزمتي من مايو 2019 حفاظا على استكرار أولادي ومستحيل أستغنى عنهم مهما تعرضت الضغط حتى لو كلفني الأمر البعض وتابع حتى لو اتخلعت من أي طرف يخيرني بينهم وبين أولادي هاختار راحة أولادي مع حبي للطرف ده اللي ما زال هو الآخر على زمتي وأقسم بالله لم يحدث أي انفصال حتى الآن محدش عارف بكرة جايب إيه كل ده عشان بص تحية لأم أولادي نزلته في يوم المرأة العالمي وكان أحمد إبراهيم انفصل رسميا عن زوجته الأولى ياسمين عيسى بعد زواج استمر لمدة عشر سنوات أنجب خلالهما تفليم وأعلن ذلك بعد انتشار خبر زواجه من الفنانة أنغام في يوم الاثنين 18 فبراير 2019 وهو مكان بمثابة المفاجأة لجمهرها وتدور رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي موزع موسيقي أحمد إبراهيم وهو يكشف حقيقة الأخبار المتداولة التي تشيء إلى انفصلها نجمة أنغام قال أحمد إبراهيم احنا كنا لسه بنحتفل بعيد ميلادي يوم 9 فبراير وما فيش انفصل خالص أنا معرفش بصراحة هما دابوا الكلام ده منين كل ده عشان كتبت باست الأم أولادي إذا كانت لسه في صور بأن في يوم 9 فبراير ده كان هذا ميلادي يعني كانت أقل من 20 يوم كنا سوا في هذا ميلادي وهي على عمليات ميلادي فمشي كلام ده خالص طبعا كما كتب أحمد إبراهيم عبر حسابه الشخصية على الفيسبوك أكسم بالله لم يحدث أي انفصال حتى الآن لكن محدش عارف بكرة جاي بإيه المهم راحت ولادي قبلي شخصيا كل ده جماعة عشان بصت تحية الأم أولادي نزلته في اليوم المرأة العالمي وكتب ربيع هينيدي على صفحته الشخصية على انستجرام حسريا ولدا على الأقويل التي انتشرت في الكسير من وسائل التواصل حول طلاق النجمة عن جام من زوجها الموزع الموسيكي أحمد إبراهيم أنا كان نزلت بوست عبعد طلاق الآن قلت في شين انفصال خارس ما هو ما جابه كان ده من كل ده عشان الآن نزلت بوست في يوم المرأة العالمي بحي في أم أولادي ها هو الصديق والزوج أحمد ينفي من خلال حسابي خبر الانفصال بصوته والطلاق لم يتم من الآن والخلاصة سيبوا أنغام وزوجها يكرر مصيرهما بمفردهما أيضا مبروك عليهم نجحتهما الأخيرة وكانت قد رددت أنباء عن انفصال النجمة أنغام وزوجها الموزع الموسيكي أحمد إبراهيم منذ عدة أسابيع دون ذكر الأسباب وصوري مقودة يوم تسع الميلادي تسع في براير يعني كنا لسه مع بعض في بيروت ما عرش جابه كلام ده بني كلام ده مش حقيق القصة بدأت بخبر عن زواج أنغام سرجا من مرة الرابعة من موزع موسيكي شاهيل يدعى أحمد إبراهيم قبل عام من الآن وتحديدا في منتصف فبراير 2019 وهو الأمر الذي يقبل بالتجاهل من قبل أنغام نفسها في الوقت الذي كانت تستعد فيه للسفر إلى كويت لإحياء حفل بمهرجان فبراير الكويت بالتزامن مع الاحتفال بترح أربومها الجديد من إنتاج شركة روتانة بالصوتيات والمرئيات جاء ذلك في الوقت الذي أقامت في ياسمين عيسى زوجة الموزع الموسيكي أحمد إبراهيم دعوة راق للدرر من زوجها وستكون أولى جلسات القضية في الأول من شهر مارس المقبل وياسمين هي ابنة شكوكة المخرج تاري العريانة فيما أكدت مصادر مقربة من أنغام أن الزواج تم منزعية الشهود وكان من المقارب الإعلان عنه إلا أن وفاة الفنانة غنوة محمد عرسليمان شكوكة أنغام دفعهما لتأجيل الإعلان عن هذا الزواج بعدها شغل أحمد إبراهيم في توزيع عدد كبير من أغاني ألبوم أنغام الجديد حالة خاصة جدا الذي ترحى في الأسواق حيث أشرف على تسليمه بنفسه إلى الشركة المنتجة وتعاون معها في ست أغاني من 14 أغنية يعتبرها من أفضل الأغاني المقربة إلى قلبه وأدفت المصادر بعد إتمام الزواج مباشرة من زواجات الشهور سافرت أنغام برفقة أحمد إبراهيم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمر وانتقل بعدها إلى العاصمة الفرنسية باريس للاحتفال بهذه المناسبة من ناحية أخرى حزف الفنان أحمد إبراهيم زوجة الفنانة أنغام من قائمة المتابعين عبر حساباته على موقع التواصل الابتماعي تويتر وانستجرام كما حزفت الفنانة أنغام زوجها الفنان أحمد إبراهيم من قائمة المتابعين عبر حساباتها على موقع التواصل تويتر وانستجرام من ناحية أخرى وضع الموزع المسلطي أحمد إبراهيم التحية لزوجته الأولى ياسمين بمناسبة اليوم العالمي للمرأة نشر إبراهيم صورة لزوجته الأولى بصحبة ابنيهما على حسابه بموقع فيسبوك وعلق على الصورة في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي عرفت قيمة ولادي الأصول اللي بيتقوا الله مراتي وأم ولدي ولد الملحن أحمد إبراهيم على الانتقادات التي وجهت له ولأنغام بعد رسالته لواردة أبنائه الأمر الذي فسره البعض أنه يعلم بشكل رسمي وقوة التلاق بينهما ونشر أحمد إبراهيم صورة له مع أنغام عبر انستجرام وقال السيتي دي أنا بحبها والكل يعلم ولا أقبل أي إساءة لها أو المزيدة على حب تأديري لها إحنا تحملنا سوى تطولكم وتجوزاتكم وعدم احترامكم خصصياتنا وشوهتم حبنا وعقلنتم علينا وحتى هذه اللحظة بتحللوا وتقرروننا اتهام ليا وفترة بالسعي للشهرة والمبتدأ واتهام لها بخراب بيتي زورا وطبع النهاردة مستحيل أستفزها أو أكون طرف ضدها أو ضد مصلحتها وكلامي عن امتناني وتقديري لأم أولادي ودولها معاهم قررت في أكتر من لقاء مش أول مرة ومستعد أبنيلها تمثال لتحملها هي الأخرى لجوط رهيبة وده لا يسيء لأنغام بالعكس هي تحترم ده فيها أنا وأنغام كنا سعداء لآخر لحظة رغم أسودكم وكنت ومازلت بشوفها الأجمل ونجحنا نجاح صاحق في العمل كنت أتمنى تكراره أضاف أحمد إبراهيم لو قدرنا البعد فمش هيغير من مشاعر حاجة بالعكس هتزيد واحترامي لها محفوظ أكتر من 17 عام مميز فعملي محد شارفني إلا بعد زواجي منها لأنها نجم عظيمة لن تتكرر وجمهورها فندني كتير أتمنى ربنا يزيدها جمال ونجاح ويكتب لها الصالح اللي أوله البعد عني للأسف لكن مش هيغير من مشاعري وهعيش على ذكريتنا الحلوة وكان أحمد إبراهيم انفصل رسميا عن زوجته الأولى ياسمي نيسا بعد زواج استمر للمدة عشر سنوات أنجب خلالها تفلين وأعلن ذلك بعد انتشار خبر زواجه من الفنانة أنغام في يوم الأسنين 18 فبراير 2019 وهو مكان بمسابة مفاداح لكم مرحبا